كالصحة الفلسطينية تعلن أول حالة إصابة بمرض شلال الأطفال بما ينذر هذا الإعلان بتقديرك؟ يعني هذا ينذر بأننا أمام كارثة محققة وأمام مرض يمكن أن يودي بجيل كامل من الأطفال وهذا يعني أن الوضع في قطاع غزة وصل حد الكارثة وإذا كان هذا المرض لم يعد موجودا منذ أربعين عام هذا يعني أننا أمام كارثة حقيقية وأمام جملة من المؤثرات السلبية على الأطفال على وجه التهديد بطبيعة الحال هذا بسبب يعني عدم وصول الأدوية ويعني الأمصال ويعني المساعدات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة ويعني ذلك بطبيعة الحال أن الاحتلال يستخدم كل الأدوات وكل الأسليم من أجل إيقاع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا عندما استهدف المستشفيات ومراكز الصحة الأولية ومراكز الأمومة والطفولة واستهدف مخازن الأدوية ومخازن الصحة والغذاء وأيضا محطات تحلية المياه انتشرت مثل هذه الأمراض وهناك أمراض أيضا يعني لا تقل خطورة مثل يعني الأمراض الوبائية وأيضا الكبد وأيضا يعني أمراض متصلة بالأمراض الجلدية بطبيعة الحال وانتشار يعني للحشرات النقلة للأمراض وكما تفضلتهم في تقريركم يعني هناك أوضاع بيئية وصحية كارثية تعيشها قطاع غزة أو يعيشها قطاع غزة حقيقة الأمر نتاج هذا العدوان ونتاج عدم إيصال تندر بكوارث بكل تأكيد أستاذ عمر لكن في موضوع تشخيص حالة شلل الأطفال ملفت في حديث وزيرة صحة الفلسطيني لدى إعلان هذه الحالة تحدث عن أن هذا الفيروس غير موجود داخل غزة ورجح أن يكون قد دخل من خارج الحدود يعني هل يشي ذلك ربما بعملية نقل متعمد يعني نحن لا نشك في ذلك يمكن أن تكون مختبرات الصحية والطبية والبيولوجية لدى جيش الاحتلال ولدى الجهاز الصحي في دولة الاحتلال يمكن أن يكون ذلك من صنيعة الاحتلال كما قال وزير الصحة بأن ذلك لم يعد موجودا منذ أربعين عام بالإضافة إلى ذلك أن الحدود بيننا وبين مصر حقيقة مغلقة ولا يوجد هناك تواصل ولكن الحدود مع فلسطين محتلة ثمان وأربعين مفتوحة تماما وجيش الاحتلال يمكن أن يكون قد استخدم بعض المكذوفات ويعني بعض الأدوات أو يعني نشر لهذه الفيروسات في الجو وبالتالي قد يكون هذا الانتقال ونحن نشكك لذلك نحن نطالب يعني بلجنة دولية بلجنة تحقيق دولية من منظمة الصحة الدولية ومن يعني الاتحاد الأوروبي للوقوف عن كثب عما يجري في قطاع غزة لأنه أيضا هناك استخدام لأسلحة محرمة دوليا وهناك أيضا يعني أسلحة يعني تنقل الأمراض وتنقل العدوى وبالتالي ليس بعيدا وأرجح تماما يعني رواية وزير الصحة الفلسطيني بما تحدث به بأنه يمكن للاحتلال أن يكون له اليد الطولة في نقل هذه الأمراض ترجمة نانسي قنقر